لا شيء يوازي فنجانا من القهوة الصباحية خاصة لدى عشاق القهوة ولكن بحسب دراسة أمريكية حديثة يمكن استبدال القهوة بالشوكولات داكنة كونها أكثر فاعلية في تحفيز النشاط والقضاء على الخمول هذا ما توصل إليه باحثون من جامعة أريزونا الأمريكية اكتشفوا أن الشوكولات داكنة تزيد تضفق الدم إلى الدماغ الأمر الذي يحفز التركيز شملت الدراسة ما يقارب 200 شخص قاموا بتناول جرام من الشوكولات الداكنة لكل كيلو جرام من وزنهم أي من يزن 70 كيلو جراما تناول 70 جراما من الشوكولات الداكنة ووجد الخبراء أن الذين تناولوا الشوكولات الداكنة التي تحتوي على 60% من مادة الكاكاو كانوا أكثر يقظة وانتباها بعد استهلاكها أما الذين تناولوا الشوكولات بالحليب والسكر فلم يشعروا بالنشاط ولم يزد تركيزهم فمادة الكاكاو المركزة هي التي تحفز النشاط والتركيز أما الكمية التي أوصل خبراء بتناولها فهي بمعدل قطعتين من الشوكولات الداكنة في اليوم فالإكثار منه قد يرفع ضغط الدم لدى البعض آسيا صفي الدين العربية ترجمة نانسي قنقر